تحية طيبة للجميع نمر إلى 27 سبحة 116 نعتبر الشكل التالي أعطونا هذا الشكل هذا فيه A B يوزي C D يعني هذا المستقيم هذا يوزي C D أعطونا بعض المسافات الملومة مثل O B أو A وبعض منها مجهول مثل O C أو O D سنضيفه الآن X نطبقه مبرهنة طالس المباشرة مدام لدينا التوازيع لدينا دائما عندنا O تنتمي القطعة A D O تنتمي القطعة A D و وكذلك تنتمي القطعة B C وكذلك عندنا التوازي A B يوزي لنا C D A B يوزي C D إذن حسب مبرهنة طالس المباشرة المباشرة علش المباشرة حتى نحسب الأطول فإنه هذا يبقى لنا غير نكتب المسافات النساب صحاحين إذن سنتمي القطعة لدينا طريقة بسيطة تساوي وكذلك 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 O D هذه هي O A على O D و O B على O B على O C لن تنمي القطعة ومن بعد نأخذ نديرها هنا وحدة وكذلك الساعتين نحن نحن نقوم بسيطة O A على O D لن تنمي القطعة لن تنمي القطعة ونحن نقوم بسيطة ونحن نقوم بسيطة هذه النقطة على ونحن نقوم بسيطة إذن عندي المسافة المعروفة O A هي 6 O D هي X زائد تساوي O C O B O C تساوي X سوف نحل هذه المعادلة باعتماد جداء الطرفين في جداء الوسطين إذن ومنه 6 في X اللي هم الطرفين يسوي 5 في X زائد جوج أي 6 في X هي 6X و 5 في X هي 5X زائد 5 في 2 هي 10 ونحن نحن بشكل عادي المعادلة 6X سوف نقوم بسيطة 5X نقوم بسيطة 5X حيث هذه مسبوقة بزائد ورجعناها للطرف الآخر وبقتنا 10 خلينا إذن 6X نقص 5X هي كتبقنا غير X يساوي 10 إذن المجهول اللي كان قلب عليه هو 10 شكرا على حسني المتابعة إلى التمرين الموالي ترجمة نانسي قنقر